حالة من الجدل تشهدها الساحة السياسية الأمريكية مجددا بشأن علم الرئيس دونالد ترامب تقارير عن رصد روسيا مكفآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان على وجه سرعة رد ترامب عبر تويتر نافيا اطلاعه على تقارير من هذا القبيل قائلا إن الاستخبارات أبلغته للتو بأن هذه التقارير غير جديرة بالثقة ولهذا لم تطلعه عليها لكن بعض خبراء الأمن القومي شككوا في هذا النفي حيث قال بن رودز نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في تغريدة على تويتر إن فكرة أن ترامب لم يتم اطلاعه على الأمر أكثر جنونا من اطلاعه على المعلومات وعدم قيامه بأي شيء وفي وقت سابق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن ترامب كان على علم بهذه التقارير وهو ما جعل منافسه الديمقراطي جو بايدن يتهمه بخيانة الجيش وكشفت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلا أن وحدة استخباراتية تابعة للجيش الروسي عرضت مكافآت على مسلحين مرتبطين بطالبان لقتل جنود من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان وأضاف التقرير أن هدف هذه المكافآت الروسية كان تحفيز المسلحين على استهداف القوات الأمريكية بينما يسعى ترامب لسحبها من أفغانستان ملبياً بذلك أحد المطالب الرئيسية لطالبان لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة